طالب محافظ السليمانية هفال أبو بكر المواطنين بعدم رفض كيان إقليم كردستان الدستورية جاء ذلك في منشورا على حسابه الرسمي في فيسبوك بعد التقارير الأجربية المتداولة حفظ الأوضاع في كردستان وكسب الحكومة الاتحادية دعوة تحكيم الدولية المرفوعة ضد تركيا بشأن تصدير النفط الخام من الإقليم عبر ميناء جهان تركيا وخاطب أبو بكر السياسيين والمواطنين النقمين على الأوضاع في الإقليم قائلا كفوا عن سياسة الانتحار والحاق الأذى بالمالك واعتبروا أنفسكم ملكا لهذا الشعب وهذه الأرض وهذا الوطن وهذا الكيان ولا تجعل كردستان مثل أوكرانيا وضف أن عدم رضى الشعب عن سلطات إقليم كردستان أمر مشروع لكن لا يصل بأي شكل من الأشكال إلى رفض إقليم كردستان واحتقاره